وإلى البرصة المصرية حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام التعملات وربح رأس المال السوقي 3.900.000 جنيه ليغلق عند مستوى 597.700.000 جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 اليوم عند 8.670 نقطة ليغلق عند مستوى 8.764 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.9% أما عن مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 فقد فتح اليوم عند 1659 نقطة مغلقاً عند مستوى 1693 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.47% وعن مؤشرات الشركات الأوسع نطاق EGX100 فقد فتح اليوم عند 2454 نقطة مغلقاً عند مستوى 2484 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.22% من البورصة المصرية إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعر العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي السعر الشراء وصل اليوم إلى 18 جنيه 81 قرشاً وسعر البيع 18 جنيه 93 قرشاً نصر لليورو 19 جنيه 8 قرشاً بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 19 جنيه 30 قرشاً أيضاً الجنيه الاستريني ليسجل سعر الشراء وصل إلى 22 جنيه 53 قرشاً وسعر البيع 22 جنيه 68 قرشاً بالنسبة لي العملات العربية نبدأها من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات و 12 قرشان وسعر الباية 5 جنيهات 15 قرشان وعن الريال السعودي 5 جنيهات و قرشان واحدة بالنسبة لسعر الشراء وسعر الباية 5 جنيهات و 4 قروش من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة حيث استقرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1745 دولار للأوقية أما محلي فقد سجل عيار 18 نحو 823 جنيه وعن عيار 21 لمسى السعر وصل إلى 960 جنيه في حين سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1790 جنيه وأخير النص الماكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعر اليوم إلى 7680 جنيه من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترولة العالمية حيث ساعدت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المثثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي وزادت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 6 من 10 في المائة ووصل السعر اليوم إلى 130 سنة للبرميل وعن العقود الأجلة لخام غرب تكسوس الوسيط الأمريقي فقد ارتفعت اليوم بنسبة 7 من 10 في المائة ووصل السعر إلى 99 دولار و18 سنة للبرميل وعن أسعار المزود فقد ارتفعت عالميا بنسبة 4 من 10 في المائة ووصل السعر إلى 3 دولارات و65 سنة لكل لتر وأيضا الغاز الطبيعي ارتفع اليوم بنسبة 3 من 10 في المائة ووصل السعر إلى 6 دولارات و24 سنة لكل مليون وحدة حرارية